حابين برضو نهاردة يعني نتكلم معاكم في موضوع يمكن بنستغرب بعض فيه طبعا كل واحد فينا ليه شخصية وليه سمة وليه أسلوب في التعامل في الحياة وليه رد فعل مختلف في المواقف لكن دايما بنستغرب بعض أو بنكتشف بعض في المواقف يعني أنا مش عايزة بس أقول كلمة عامة كبيرة قوي المواقف الصعبة أو المواقف الطريقة يعني واحد اتعرض لموقف محرج فجأة كده فتلاقي رد فعله غريب جدا واحد اتعرض لأزمة في حياته صعبة فاللحظة اللي بيسمع فيها الخبر أو بتجيله المفاجأة أو يعني اللي بيحصل فيها زعل أو حاجة فتوقف قدام رد فعله هو ايه ده ناس تنزل عليها بسكوت متتكلمش خالص فالليه ده مداش أي رد فعل ده لزعق ولا تنرفز ولا ملام أنا مش فاهمها يعني هل هو من الصدمة هو كده وناس تقول لها خبر أو تتعرض لموقف محرج تلاقيها جت لها كريزة ضحك تفضل تضحك وانت مش عارف اصلا هي بتضحك على ايه أو واحد يفضل يزعق 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 فالليه والموقف ممكن يبقى برضه ابسط من انه يستاهل رد الفعل الكبير ده فلو أعدنا نعدد في ردود أفعالنا وأفعال الناس اللي حوالينا أحيانا تبقى مناسبة للموقف وأحيانا لا فاحنا النهاردة عايزين نتكلم على ردود أفعالنا المختلفة تجاه الموقف الطارقة اللي بنتعرض لها المحرجة أو أزما انت بتتعرض لها برضه بتتقابل معاها ازاي ومين أكتر حد كمان بتلاقيه في الموقف اللي انت بتتعرض له ده مين أكتر حد بتلجأ له أو أصرح حد يجي في بالك في اللحظة دي رد فعلك للحاجات المفاجئة بيبقى الحاجات المفاجئة أو المحرجة بتختلف بقى من واحد للتاني جاوب السؤال الأول ايه انا سألتك السؤال أول قبل ما تقول لا ما سألتش قولي تاني لا سألت بقولك رد فعلك انت العام يعني الاتتتود بتاعك قدام الموقف الطارقة بتجيلك ايه سكوت ولا جيلك ضحك ولا ما ايه لا بسكت بتسكت اه اه يعني مثلا لو أنا مثلا سائل عربية وخلاص وخلاص مثلا هعمل حدثة ما بنفعلش يعني بتتوترش وتبقى يعني لا لا ما بتوترش هو ده بيسموه ثبات انفعالي يعني فيه ناس بيجي يعني موضوع بيجي لها ثبات انفعالي اللي هو ايه مثلا طيارة يعني فيها مطبطها وكتير كده ففيه ناس هتصوت وناس هتقعد تعيط وفيه ناس هتبلم وتسكت انا من الناس اللي بتبلم وتسكت ممكن تبقى خايف صح يعني ممكن يبقى زي يعني ده شعور طبيعي نحسل حاجة بانتخاف بس تتحكم في خوفك تقصد مش كده او في قلقك اه زي ما واحد يسمع مثلا صدمة مثلا يعني ايه مش عايزين بس انكد على الصبح يعني حسنا اي حاجة صدمة على حاجة فيه حد بياخدها بهدوء جدا وفيه حد بيقعد يزعق وفيه حد بيقعد كل واحد على حسب شخصيته على حسب مفيش حد فينا حلو حد وحش يعني 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 مش اللي بيعمل كده حلو ومش اللي بيسكت حلو ولي ما بيسكتش يعني كل واحد بيعبر عن حالته بطريقته بس فيه ناس بتبلم وتسكت كده يعني وبعدين بتكمل يعني فيه ناس لما تتعرض لموقف صعب قوي فاتبلم السمسحاب يقول كده ورد فعلها يبقى غريب ما تفهمش هو ثبات انفعالي ولا صدمة مخليها هو اصلا مش عارف يفكر تفكيره ووقف لسانين بوسي والثبات انفعالي مش ما نقدرش انه عليه بلم لا الثبات انفعالي ده حاجة اكبر من كده بيقدر يتحكم بيقدر يتحكم في مشاعره وكده لكن فيه ناس بتسكت ومش بيبقى سبات مفعالي لكن هو الموضوع بينزل عليها بسكوت هو حاسس انه جواه ما فيش حاجة يقدر يقدمها ده بعد شوية يعيط تلاقيه نهار بعد يعد يوم واثنين وثلاثة تلاقي حالته اتغيرت طبع هرجعلك تاني موقف الطيارة طيارة مثلا فيها مطبط هوا كتير واحدة هيعيط طب هو عيطه هيروح يسوق مكان الراجل يعني مش هينفع وفي واحد بيحسبها يعني خلاص هعمل ايه يعني وفي ده حاجة عاملها يعني فيش حاجة انه عاملها بيسكت بيبقى جواه ده ده متضايق وده متضايق وده متضايق وده غطبان وده غطبان وده غطبان لكن الرد الفعلي ايه او الرسم ايه في الاخر كل واحد يبقى له شكل مختلف هل ممكن نغير من ردود افعالنا تجاه المواقف ولا دي حاجة عشان نبعى من شخصيتنا كل واحد وطارقته وشخصيته فهو كده انا كده يعني تيجي تقول لواحد هو انت يعني طب الدين اي رد فعل الدين ان انت مدى يعني ربنا يا بعد يا رب الشر عن الناس كلها في حد يروح للدكتور يكشف فالدكتور يقوله انت عندك كذا ففيه ناس تنهار وحالتها تتلخبط ونفسيتها وفيه ناس يعني عندها قوة يعني تحمل فتاخد الخبر بمنتهى الهدوء وتبتدي تفكر بعقلانية انا هتعامل ازاي وايه الخطوات اللي انا هعملها فيه حد يبقى عنده مشاكل في شغله فهتلاقيه يعني من القلق يفضل يشتكل ده ويشتكل ده ويشتكل ده ويشتكل ده وصوته عالي ويزعق وكده وفيه حد تاني يباني انه هو قوي جدا واول ما الواحدة تتروح البيت ومن كتر الضغط تقفل الباب عليها وتفضل تعيط لكن اول ما تخرج من الباب القضاء ولكن في حاجة يعني تبان قوي ردود الافعال دي بتفرق مع الناس اللي حوالينا يعني الشخص المسؤول بيبقى دايما عاوز يبان قدامه لايه دو قوي انا مش عايزهم يحسوا بالازمة فانا مش لازم انهار ومش لازم اضعفه فببين حتى عكس احسيسي ومشاعري بس هباك الناس اللي بتبين دايما مشاعرها دول هما الاكسر طيبة يعني هما الناس الاكسر طيبة وهما مشاعرهم عنداش مشكلة او ما ببقاش عنده غضادة ان هو يبين مشاعره اي او لا انا بشوف ان ده مش مبدأ يعني مش قاعدة ليه بقى لان فيه ناس بتبين العكس مش عشان جواها مش طيبة عشان هما ناس مسؤولين خايفين على مشاعر الحوالي في حد يقولك ايه مانا لو عيطت ولادي هينهاروا هما كمان التماسكي كده وخليكي قوية فيه اب يبقى ساب شغله يعني ربنا يبعد عن الناس كلها يا رب يديكوا كل الرزق بس اتعرض لازمة يقولك ايه لازم اجيبش وقت حاجات حلوة وانا مروح وادخل هو هو نفسيته زي الزفت وداخل البيت بالابتسامة الحلوة والعريضة وكأنه فيش ايه حاجة حصلت عشان هما مش لازم يحسوا بالازمة اللي انا فيها ممكن ياخد مراته وبينهم وبين بعض كده في القوضة يقولها ده نهار ده حصل كذا كذا مش عايزين الولاد يحسوا هنا بين عكس ايه اللي هو حاسه دي درجة من العقلانية مش عند الناس كلها وعلى حسب يعني على حسب الضغط اللي هو فيه فيه ناس بتعرف تتحكم في الضغط اللي عندها وتتعامل معاهم وتتعامل مع مشاعره اشتركوا في القناة